بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتورة سوسا ناجد تميمي وهذه قناتي إذا لم تكنوا مشتركين في القناة رجال اشترارك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في هذا الفيديو أريد أن أتحدث عن موضوع أو أسأل أطرح سؤال لأصحاب القرار يعني السؤال هو لماذا يعني يطلب أو يتم إجبار الشخص الذي أصيب سابقا بكورونا بأنه ممنوع أنه يعني تجدد له إقامة ممنوع من يعني ممنوع من أشياء كثيرة من أشياء كثيرة يعني ممنوع من السفار ممنوع هناك العديد من الموانع والتي جعلت هذا التلقيح شيء إجباري بينما هو أصلا يعني لا يجب أنه نجبر شخص معين على أخذ تلقيح معين أو أخذ حتى دواء معين ولكن الآن صار يعني عالميا صار التطعيم إجباري يعني بشكل أو بآخر بشكل أو بآخر أنت عندما تحرم حتى الشخص يعني من حقية أنه يحصل على يعني أنه يسافر أنه يجدد إقامته وأنه هنا صار الموضوع إجباري ولو يعني حتى لشريحة كبيرة من المجتمع طيب الآن أنا لست معترضة على هذا الأمر ولكن اعتراضي لماذا الشخص المصاب كذلك الشخص الذي أصيب بكورونا تجبرونه على أخذ المطعوم ما هو المطعوم أصلا؟ أليس المطعوم هو عبارة عن بارتكالس صغيرة أجزاء صغيرة جدا من الفيروس يتم حق أن الشخص يعني بها حتى يكون مناعة ضد الفيروس؟ يعني أليس هو جزء بسيط جدا من الفيروس؟ طيب هذا الشخص أصيب بالفيروس ذات نفسه أصيب بالفيروس ذات نفسه فيروس مكتمل كيف تجبره على التطعيم؟ لماذا؟ لماذا يجبر أنه يطعم؟ بأي منطق هذا؟ إذا كان الفيروس نفسه والإصابة نفسها أنت لم تقتنع بها بأنه ممكن أن تعمل حماية أو تعمل وقاية كيف ممكن للتطعيم أنه يحمينه أنا أصلا؟ يعني هل يعقل هذا الأمر؟ يعني هذا أمر غير منطقي بصراحة أنه أنا أصبت بالفيروس تمام؟ أصبت بالفيروس نفسه تقول لي لا أنا لا أقتنع بالإصابة لا بد أنه أنت الآن أصبت حتى إن شاء الله أصبت قبل سبوعين لا لا بد أنه أن تطعم لماذا أتطعم؟ تطعم لأنه ما فيه أنا أريد أن أطعمك ضد الفيروس طيب كيف تريد تطعمني ضد الفيروس بأجزاء من الفيروس؟ والفيروس ذات نفسه لم يتعرف عليه الجسم؟ أنا صراحة أرجو من أصحاب القرار الانتباه لهذا الأمر ولهذه القضية يعني بالنهاية يعني الناس حتى الناس الغير يعني الناس العاديين الذين لا يعلمون كثيرا في الطب يعني هو الآن أصيب بالمرض ذات نفسه وأن تقول له لا لا بد أنه أن تطعم إذا أردتم أن يكون التطعيم يعني بشكل أوسع ممكن أنه على الأقلية تم إجبار الأشخاص الذين لم يصابوا أما الشخص المصاب تطعمه لماذا؟ إذا كنت لا تؤمن بأن المرض نفسه سيعمل وقايا كيف تؤمن بالتطعيم؟ إذا أعجبكم الفيديو أرجع يعني عمل لايك للفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وإن شاء الله أتمنى أن يصل لأصحاب القرار حتى يرحمونا من هذه يعني ما ينفع ما ينفع أنه أنا مصاب وتجبرني أنه أنا أتلقح تجبرني أنه لازم أخذ المطعوم في أمان الله